كلينيك صوت لبنان صحتك بصحناك دايما منطرح على حالنا السؤال الدهون بالجسم شو مصدر هل هو دهون الأكل أو نتيجة تفاعل كميات معينة من الأكل هل في مأكولات الدهون فيها صحية وما بتتكدس بأجسامنا بشكل سيء وشو الفرق بين أنواع الدهون يعني احنا منسمع دهون مشبعة دهون غير مشبعة يعني شو الفرق بينتهم إياهن الأفضل لا صحتنا لأجسامنا لرشائتنا كمان اختصاصية التغذي ساندرا أسبر أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان أهلا فيك كيفيك الحمد لله شو العلاقة بين دهون الأكل ودهون الجسم يعني معقولة لأشخاص منشوف في ناس بيأكلوا أكل فيه دهون كتير ودسم ما منشوف فيه أبدا دهون بجسمهم موظبوط هلأ هو إجمالا تيعرفوا كل المستمعين أنه فيه أربع أنواع دهون مش بس نوع واحد فيه نوعين لازم يكونوا موجودين ضمن غزائنا ونوعين لازم نبتعد عنهم أول نوعين اللي هن مش منح رح نحكي عنهم هن الدهون المشبعة والترانسفات المتحولة المتحولة مظبوط هؤلاء النوعين ضرورة أنه نحن نبتعد عنهم النوعين اللي لازم يكونوا ضمن نظامنا الغزائي وضمن نظامنا الغزائي لازم يكون فيه دهون ورجيم المدروس والمزبوط فيه على قليلة 20% دهون أكيد بعوز دهون فعننا المونوانساتوريتد فاتس يلي هن الدهون الأحدية الغير مشبعة هولي لازم يكونوا وعننا البوليانساتوريتد فاتس يلي هن دهون متعددة الغير مشبعة هولي نوعين لازم يكونوا ضمن نظامنا الغزائي هلأ شو الهيك العلاقة بين الجسم والدهون في كتير عالم بتكون عم تخسر وزن أو بدها تزيد الدهون بالحالتين لازم تكون موجودة بالرجيم هيدا أولا بنحط بس أكيد دهون يلي هي جيدة يلي بتحافظ على صحة القلب على صحة الشريين اللي بتعليلنا الكولستيرول اللي منيح بالدم يعني عم نحكي عن الـ HDL حتى لوط الـ LDL والتريجليسيريد يعني الكولستيرول مش منيح بالجسم كمان ضروري يكون أنا عم بحط ضمن نظام الغزائي هولي النوعين اللي هن منيح المونو والبوليانساتوريتد فاتس اللي هن من أنواع دهون غير مشبعة بينما لما نروح على هوليك الأنواع القطرين يعني هن دهون المشبعة أو الترانس فاتس اللي هن متحولين هون منصير ضمن دائرة الخطار دائرة الخطار خلينا أول شي نقللهم للمستمعين إياهن الدهون المشبعة والمتحولة وين من لقيهم بالنسبة للدهون الجيدة يعني الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة وين من لقيهم الدهون المشبعة إجمالا من لقيها بالمصادر المنتجات الحيوانية أم نحكي عن لحمة الحمرة أو أتم نلقيها بالبعد إذا ألينيه بزيوت النباتية الصلبة على خاصة إذا أجع عليها نار أو بحرارة الغرفة يعني الزيوت النباتية الصلبة يعني نحكي مثل الزبدة مثل فيه أنواع معينة زيوت صلبة لازم أنه نبتعد عنها خاصة إذا أجع عليها نار لأنه دهون مشبعة فيها يكون دهون جيدة بس يجع عليها نار بتصير دهون مشبعة يعني مثلا الزبدة الزبدة مش المارجرين لأنه فيه دراسات كتير تقول المارجرين كتير خطرة والزبدة كتير أفضل إذا كانت النوعية جيدة طالما هي من مصدر نباتة الاثنين فيهم يكونوا ضمن النظام الغذائي بس بكمية كتير صغيرة هيدا لنكون واضحين ويكونوا مش عن نار أكيد حيالله نوع ذات ما يكون عن نار لأنه بيعمل أوكسيداسيون يعني بيتحول يعني فيه أهل بيعملوا لأولادهم عروس زبدة ومربة هلا أنا بفضل ما نعودهم على هيدا الأنواع من الصندويشات هنه طايبين بس فارق بأنه قطعلوا إياها مثلا مرة كل جمعتين وفارق أنه كل يوم ضمن نظام الغذائي في هذا الموضوع لأنه حيتعود على نكهة الدهون حيتعلق فيها حيكبر بحاجة لدهون كيف أحد بتعود على الشوكولات وعالسكر رح يتعود كمان على نكهة الدهون ويصير يحبها ويفتش عليها لأنه ما ننسى الدهون طيبين بالنهاية أنا ما بدنا نحكي عكس ضمير لأنه هنه طيبين وبتتعلق بالنكهة مثل حيالة شي تاني فهم أنا نعود الولاد على هذا الموضوع ويصيروا يفتشوا عليه على كبر والإدمان يعني بأنه بتبلش هي بزردة منصير بفاست فود إذن هيدا الدهون المشبعة المشبعة والمتحولة المتحولة من لقيها بالتشيبس أكتر شي بكل الأنواع الأشياء المجلدة الأطعم المجلدة من لقيها أو الأطعم المجلدة يلي منقلية يلي هي للقالة لو حتى شوينها لا فيها ترانس فقط فيها دهون متحولة فمن لقيها جمالا بالإشياء الاصطناعية أو الأكل الجاهز يعني والأكل الجاهز أكل الجاهز بينما أنه عين المناح من لقيهم جمالا بكل بيت وموجودين وما كان عم نحكي عن الأفوكا عن اللوز عن كاجو عن بندق المكسرات والكلهم مونو أنساتوريتد فقط يعني دهون أحدية غير مشبعة وبينما البولي أنساتوريتد من لقيهم بزيت دوار الشمس بالكانولا بالجوز بالسمك يعني موجودين وما كانوا بغزو هون من كنا من نحكي عن أوميغا ثري بس نجيل بصيرة الأوميغا ثري أوميغا سيكس من كنا من نحكي عن المونو والبولي أنساتوريتد معنا اتصال ألو بوجود أهلا أتفضلي ليز أنا أبدأ لدي نفخة وبينيشوف إذا عملت الإنتولرنس إذا ببين معي على الخضار على الخضار أي مضام الإنتولرنس هتا نرجع نذكر شو المستمعين شو هو يلي عم بتابع الحلقات بيعرف أنه في نوع تاست هو الإنتولرنس تاست موجود بالعيادات عندي بينعمال بلف حزام هو مكانة بتشتغل على الفريقانس فيها 330 نوع أكل يعني جدا من ضمن الخضار وعم نحكي أنواع عديدة يعني منعرف على الخاس على البندورة بروكولي أرنبيت كوسة بتنجانين اللي هنه ضمن نزالنا كل يوم منصير نعرف إذا هالمأكلات رح تصعب لعملية الضايت هي هايتها عندها شكوك بالخضار ولكن ممكن يطلع كمان شي تاني يمكن الخميرة ما دعم يكون مش الخضار يمكن يطلع الخميرة يمكن يطلع البوكوليات يمكن بهارات يعني ما فينا نلوم نحن جروب واحد أو صنف واحد لأنه أسهل شي أنه أنا لوم الإشي اللي متعارف علي أنه بتعمل نفقة مثل الفجل الفلايفلي بس عفكرة بيطلع أنه عن جد شي إجمالا بيطلع شي تاني كليا فمفصل جدا الخضار ايه دمنا حتى اللحوم أو الدهون يلي عم نحكي عنا اليوم كمان موجود دمنا كل العناصر الغذائية كلها هو جنتك بنعمل مرة واحدة بصير أعرف أنا شو الإشياء بتعملي نفقة للعمر شو الإشياء اللي بتزيني موظبوط يمكن إشياء هلأ مش بعد ما عم بتبين عوارضة ولكن جسمي ما بيحب لأنه مع تقدم العمر بتصير العوارض تبين أكثر هلأ بدنا نقول أنه العوارض هي مش بس نفقة وإنزعاج وكلها الإشياء موظبوط فيه يكون منوريم على أكل معينة زيادة الوزن أو عدم القدرة يعني بيعمل بلوكاج موظبوط عدم خسارة الوزن هلأ ما أكولين موظبوط رقم بيخلاص 866 بقول أنا وزني مش سابت كل يومين ثلاثة بتفرق كل ويين زيادة أو بالناقص مع أنه بتتبع نفس النظام الغذائي كيف بقدر تثبت وزني أوكي هلأ فيه شغلة لازم يعرفوها لكل أنه منوش منيح أنه أنا أطلع كل يوم على الميزان لأنه الجسم بيفرق من نهار لنهار فيكون مش بمعدلات لا العضل ولا الدهون فيكون بمعدلات المي فبدنا نشوف هالشخص اللي عم توصل معنا إذا على الميزان عم يكونوا عم يفرق وزنوا بالعضل ولا بالدهون ولا بالمي إذا بالمي بدنا نشوف إذا عم يشرب مي مظبوط لأنه شرب المي بيجي كل يوم كل يوم لازم نشرب بطريقة مظبوطة كل نص ساعة ساعة كبية مي ضلنا عم فوت مي على الجسم هانيا بتسأل عن أي صندويش كنا عم نحكي كنا عم نحكي هانيا عن صندويش يلي الولاد بيحبوه بيطلبوه يلي هو زبدة ومربة وكانت عمل بتقول صندرة أنه هيدا مرة بالجمعتين بيقطع ولكن خلينا ما نعود الولاد على هالطعمية يلي هي طيبة وبصير في عندهم إدمان بصير بدو يطلبها عطول يعني تعرفي صندرة هم عند الأهلك اليوم شو بدي حطو حدرو